وإلى خبرنا الأخير حيث شهدت مناطق متفرقة من الدولة سقوط أمطار الخير تراوحت بين المتوسطة والغزيرة والتي بدأت صباح اليوم في كل من منطقة لقرية وصفد وسكمكم وطريق يبس ومسافي والبثنة في الفجيرة بالإضافة إلى جبل جيس وشعم وخط وحب حب في رأس الخيمة وعلى إثرها تم تسجيل شاهقة مائية في الساحل الشرقي مقابل إمارة الفجيرة وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا وتظهر السحب المنخفضة شرقا وجنوبا تكون ركامية أحيانا يصاحبها سقوط أمطار